النفس واحد لا في الأوبرا ولا في أي لون موسيقي آخر الأوبرا عندها خصوصيات خاصة طبعا أغانيها بشكل خاص غياب الربع مقام أيضا نحاول أن نبت فيها أيضا هذا النفس الذي نتعشق وأن نصنع لون غنائي عربي أوبرالي يحتوي أيضا على الأوبرا على القصة على الدراما بشكل غنائي هذا ما أحاول أن أصل إليه يمكن ناس كتير جدا يعني حتى تتفق معي في هذا الوصف يمكن الأغاني المتصوفة أو التصوفية أو هذا لون من الغناء يجمع لحد كبير الأوبرا لأن لهم قدسية خاصة لأن أنا لما أسمعهم هم أتنين بحيث أن هناك نوع من أنواع الصلاة للروح الروح أيضا تصلي مع هذه النغمات الروحانية جدا نبتدي مرة تانية مع ضيفنا وسؤال آخر قبل منطير على القاهرة ونضم عليهم سؤال لك برضو رشيد بي خليني أقول أن الغناء والإحساس بالأغنية والنفس زي ما قلت بيبقى مختلف وأنا بقى دي بإحساسي مش بس تلوين صوت فحد ذاته رشيد هذا الفنان هذا الرجل المغربي يحمل في داخله رسالة أخرى ليست فقط الفن وإنما هو يهتم بالثقافة والإنسان نعم أنا أتصور في نظري ربما يخالفني كثير في هذا المجال ولكن أتصور أن الفن هو جزء من بناء المجتمعات الحية جزء أو الثقافة عموما جزء من بناء الحضارة الإنسانية كل الحضارات الإنسانية تعكسها تقافتها إذا أردت أن تنظر إلى مستوى حضارة معينة من الحضارات البائدة والحضارات السائدة الآن انظر إلى مستوها التقافي إلى حركتها التقافية الموجودة بالمسارح في الأدب في الفن في الموسيقى أيضا وبالتالي الفن والثقافة جزء من تنشئة المجتمعات من تنمية وتربية الشعوب والأمم ورسالتي هو أن يرجع الفن إلى دوره التاريخي إن صح التعبير أو دوره المجتمعي في تربية الأجيال كمحور تنموي ثقاف نعم وهو وسيلة وسيلة وأيضا مقياس ثقافي الآن يوجد نوع من الابتذال إذا صح التعبير للفن يوجد الآن نوع من السخب الفني إن أطلق عليه لقب فني بالأساس بين قوسين شكرا لتنبيك إن أطلق عليه فعلا فني يوجد نوع من السخب أو من فن الاستهلاكي إن صح التعبير أفرزته التوجه الرأسمالي أفرزه المجتمع العبتي أفرزته المجتمعات الاستهلاكية أيضا وسرعة إيقاع الحياة الآن أصبحوا يحبون أغاني تورما يعني جوتابي كما نقول بالفرنسي رسالتي لست وحدي مجموعة من الناس طبعا مجموعة من الفنانين ودباء الفنانين طبعا والمثقفين والبيداغوجين لأنه هذا جزء من تربية ناشئة يعني شيء يجب أن يربى ويلقنا للأجيال منذ التعليم الأساسي في التربية الأساسية أيضا أن يرجع أن ينسجم تنسجم وظيفة الفن يرجع الفن إلى وظيفته الحقيقية في تنشئة وتنمية الأجيال إلى ما فيه صلاح المجتمعات لبناء حضارة إنسانية ليس حضارة مدنية يبقى منها ما يفيد الأجيال القادمة دائما كما ورثنا من السابقين يعني أعتقد الحاجة الأساسية كل الناس بتتفق عليه حاليا أن معالم الجمال بدأت تختفي من حياتنا سواء كانت في العمارة في الموسيقى في الأداء التمثيل كتير جدا من الأشياء يمكن إحنا محتاجين أو في أمس الحاجة إلى أن نبنيها ونعود إليها من جديد ودي رسالة كتير من المثقفين والفنانين ليس العرب فقط منهم ما نشترك في هذه خلينا نقول المهمة الكبيرة وإنما أيضا من كافة جنسيات العالم هنرجع وهذا الموضوع وموضوعات أخرى مع عازف الناي الصوت الجميل ضفنا النهاردة وحلقتنا وصباح الخير من اسطنبول حرجع لرشيد بي هذا الصوت العربي الجميل اللي موجود معنا النهاردة وقبل ما هدخل في الموسيقى عايز أقولك أن الدور المجتمعي للفنان من أهم الأشياء اللي لازم يلتزم بها زي ما شفنا ياسمين من المساهمات الأساسيات في وقف القلب وكتير جدا من الفنانين عملوا حفلات كثير الفنانين مشتركين الفنان دوروا في تقديم خدمة المجتمع شيء مهم طبيعي لأنه أخبار الحال إيه هناك في المغرب في العالم العربي عموما الفنانون يشتغلون في هذا المجال حسب الفرص المتاحة لهم من أجل ذلك أريد فقط إضافة الفن والقلب ليس بعيدا كثيرا ويغزي القلب يحافظ على حياته غالبا الله يهتنون بصحة القلب الفيزيائية والفن هو لتغذية القلوب أيضا شوفي كريمة بس دوكريك بقى بما إن إحنا نغزي الروح عايزة غزي الروح بشيء مشترك بين كل يعني العرب والتركية وكتير جدا بسمعها والموال موسيقى بقى من غير موسيقى بس أنا نفس أسمع منك موال قبل الأغنية اللي هتقدم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة